السلام عليكم انا اسمي يوسف الغريب في الفيديو ده هشرح problem codeforces round 535 div 3 problem b اسمه divisors of two integers وانا بيقولك تخيل ان انت عندك رقمين مثلا x, y تمام كل رقم دول two integers معروف ان كل انتجر بيقلو divisors يعني مثلا لو اكسب four divisors بتوهم واحد واثنين واربعة تمام including الرقم نفسه واحدين لو ال y ب 6 ف ايه divisors بتوعها هما 1 و 2 و 3 و 6 فهو قالك ايه انت تخيل ان كان عندك الرقمين وكان كل واحدة فيهم ليها divisors بتوعها فانا هاديك الليست بتاعت ال divisors بتوعهم هما الاتنين مع بعض والليست دي ممكن تقى shuffled يعني هو مثلا لو ال x ب 4 و y ب 6 فديه divisors بتوعهم هما الاتنين على بعض وديه اي shuffled list منهم فهو هيددلنا shuffled list من ال divisors بتاعت الرقمين وطالب مننا ايه بقى؟ طالب مننا احنا نريستور ال two numbers ده ايه طيب هو هنا مدلنا ايه ال constraints بتاعتنا ال N اللي هو ال size بتاع الليست دي هيبقات maximum 128 تمام؟ والارقام اللي جواها اللي ال divisors ذات نفسها تبقى ايه من 1 لحد 10,000 وهو بيقولك ان it is guaranteed that the answer exists يعني بيقولك print انا هديك الليست دي ودايما هيبقى فيه answer فما تقلقش دايما هيبقى فيه answer فمثلا لو اديك ال N بعشرة وديه list فهنلاقي ان 20 و 8 هما دول ال x وال y طيب احنا ممكن نحل المسألة دي ازاي given time ان المسألة db division 3 فمفروض انها تقلق سهلة فيبقى ليها حل بسيط مش صعب لو بصنا لان المت صغير فده نقدر نحنا نعمل بي brute force solution بمعنى ايه احنا لو احنا هنا عندنا ال list ال list دي هيبقى جواها ال x وال y ليه لان هنا في ال description قالنا لما كان x بال 4 وال y بال 6 كانت ال list شكلها كده فال 4 وال 6 موجودين جوا موجودين جوا الحل يبقى انا اول حاجة اول معلومة انا عرفتها ان ال x وال y ال 2 موجودين جوا ال list الحل كان 28 فاي دي 20 ودي 8 طيب يبقى اول حاجة احنا ممكن نعملها ايه احنا ممكن نبروت force الحل ان احنا نعمل 2 for loops جوا بعض نختار ال x وال y يعني ما هعمل for i من 0 ال n for j من i plus 1 ال n اه اعتبر ان ال ith element هو ده ال x وال jth element هو ده ال y هيبقى افاضل ايه هيبقى افسد ان تأكد ان يعني لو انا عملت picking two elements ان دول ال x وال y هيبقى فاضل ان انا اتأكد ان بقيت ال array هو عبارة عن ال divisors بتوع الرقمين اللي انا اخترتهم طيب هعملها ازاي؟ وهنا برضو ال dis limit بتاعها مش كبير قوي فانا ممكن اعمل ايه؟ اختار ال x و اختار ال y بالتنين for loops دول وبعدين اجيب ال divisors بتوع ال x و اجيب ال divisors بتوع ال y و اعمل لون concatenation مع بعض حلو؟ وبعد كده اتأكد لو ال concatenation ده كان equal لل input array يبقى انا لقيت الحل بس فالcode هيبقى بالشكل ده اول حاجة احنا هنقرأ ال array هنا سميته v وهنا ده لان عدد الارقام فهنا هنا هنقرأ كل الارقام اللي هم اديها لنا وهنسورته هم تمام؟ الصور ده بس هنعمله عشان لما قارن يبقى المقارنة سهلة على طولing v equal v1 طب هنعمل ايه؟ هعمل اتنين for loops هلوب عال i وهلوب عال j اختارت رقمين هلو؟ هجيب vector int v1 هي divisors get divisors بتوع اول رقم وهجات divisors بتوع تاني رقم هلو؟ كل انا هعمله ان انا ايه هابند الاتنين على بعض فهعطهم الاتنين في v1 يعني v1.insert v1.end v2.begin v2.end يعني كأني بقى append v2 على v1 بقى v1 هو مجمعهم وهسورته بحس اي قدرنا قارن والله لو بعد عالت sort لو v1 ده كان equal the original vector of input خلاص هسي out هسي out ال v of i اللي هو ال x وال y و return انا خلاص كعلى اتحال بس كده هحط برضو link لل solution ده في description عشان لو حد عايز يرجعني رب عالت Bridget رائع رائع رائع